هكذا كان مشهد الجنوب السوري قبل سنوات مدرعات وجيوش تدخل مهدى الثورة السورية وقبلة شرارتها الأولى لتموت مع تلك اللحظة أحلام ربيع 2011 وتزداد غطرصة النظام وميليشياته وحلفائه التسويات التي حصلت في درعا لم ترجع قارب الوقت إلى ما قبل الثامن عشر من أذار 2011 ولم تكسر روح الثورة لدى أبناء الجنوب على الرغم من المد الروسي وترتيباته وتغلغ للميليشيات الإيرانية وتبعها من مرتزقة النظام فبقيت المنطقة نارا تحت رماد لتشهد بين الحين والآخر تطورات واضطرابات الأردن وبعد تسوية جنوب عام 2018 سعى لفتح علاقات مع نظام الأسد كان أبرزها فتح المعبر الحدودي للزيارات والتبادل التجاري خطوة رأى فيها كثيرون محاولة تطبيع مع النظام المرفوض دوليا على الأقل في تصريحات المسؤولين لكن تلك الخطوة وضعت الأردن في عين العاصفة أمام تجار المخدرات وأشباهها فسوريا التي يتحكم في مصيرها الميليشيات وأثرياء الحرب الجدد باتت بقعة مصدرة لحبوب الكابتاجون وحشيش حزب الله المنتج في الجنوب اللبناني ليغرق الأردن في أزمة حماية الحدود وتبدأ التصريحات الأردنية حول مسألة الجنوب السوري وضرورة تأمينه بعد تقاعس روسيا عن التساماتها وتغلغ لإيران التي تعتبر تجارة المخدرات مصدرا مهما لتمويل ميليشياتها العلاقة السورية الأردنية ومنذ بداية عهد حافظ الأسد شاهدت تجاثبات مختلفة ومحطات مهمة في تاريخها بدأت مع أحداث أيلول الأسود بداية السبعينيات من القرن الماضي ودخلت في مشهد آخر مع أزمة الإخوان في الثمانينيات لتستقر لبداية الألفية الجديدة ثم لتتغير معطياتها مع الثورة وتحولاتها ومع أزمة الحدود الكبرى تبدو خيارات الأردن قليلة أمام حجم الدول الفاعلة في ملف الجارة السورية وانكفاء الدور الروسي في مناطق التسوية الفراغ الذي يترك لإيران البلاد مسرحا واسعا لأعمالها القذرة